بلسم في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي طرق التواصل على الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو دكتورة غزانة السلام عليكم وعليكم السلام موضوع انقطاع الدورة مثل ما منعرف طبعا الدورة تتوقف في الأربعينات طبعا أواخر الأربعينات بداية الأربعينات دكتورة في الخمسة وأربعين تختلف طبعا من سيدة إلى أخرى البعض قد تستمر معه أيضا عدة سنوات لكن البعض منهم تتوقف الدورة لديهن في سن باكرة ما الأسباب دكتورة مثل ما ذكرت حالتك انقطاع الدورة عادة بيكون بأواخر الأربعينات العمر المتوقع هو 51 أكثر أو أقل شوي يعني عن معظم السيدات في بعض السيدات بتكون يحصل عندها هذا الشيء مبكر نحن بهمنا هذا الشيء إذا حصل بعمر أقل من أربعين طبعا وظيفة المبيض ما هي فقط للإنجاب ولو أنه هذا هام كبير من عمله كمان المبيض له وظائف أخرى هرمونية تؤثر على الجسم كاملا سلبا أو إيجابا تؤثر على الجهاز العصبي ممكن تؤثر على العظام وعلى المفاصل وعلى العضلات ممكن تؤثر على القلب والأوعية الدموية ممكن تؤثر على الجلد هذه التأثيرات يعني تكون عادة بعد انقطاع الدورة الشهرية بشكل ما منقدر نقول عليه سلبي لكن لو يحصل في سن متقدم هذا بيكون متطور مع طبيعة الجسم مع تغييرات الحياة المتوقعة بس لو حصل بوقت كثير بكير يعني مثلا أقل من أربعين في سيدات ممكن يحصل عندها هذا الشيء بالعشرين أو أكثر فبيكون له الأثار بتكون أصعب قبولها على السيدة من أنه لو كان مثل ما بيصير معتاده الأسباب يلي تؤدي لها الشيء هذا نقدر نسمها لجزئين جزء أنه يحصل فجأة بالجسم يلي ما هو ما معروف له سبب واضح قد يكون سبب جيني لأنه ممكن نصير عند العائلة نفسها قد يكون بسبب أشياء أخرى أثرت على المبيض يعني سانوي لأشياء أخرى منها أنه مثلا لو السيدة لا سنح الله تعرضت لأشعة في منطقة الحوض بسبب علاج أشياء مثل الأورام أو أشابة أو تعالجت لعلاج كيماوي للقضاء على أمراض أخرى يأثر سلبا على عمل المضايد ممكن أنها تكون جزء من كيف نقول عليها مرض عام أنه الجسم يكون أضضاد لبعض الأجزاء الحيوية مثل البنكرياس مثلا يؤدي للسكرية أو الغدة الدرقية يؤدي لقصور فيها ونفس الوقت يكون نعمل أضضاد لعمل المضايد يؤدي لقصور لضعف عملهم بعمر مبكر جدا طيب في سؤال استفسار هل الحبوب التي تستخدم لمنع الحمل أو لتنظيم الدورة الشهرية لها دور في توقف الدورة الباكر انغطاعة طمس الباكر لا هو معروف للحبوب الدورة الشهرية أنها تؤدي لانغطاعة دورة بشكل مبكر طيب أيضا استفسار آخر هناك سيدات والدورة تتوقف لديهم ومن ثم تعود مرة ثانية أو تكون مضطربة يعني في الأربعين لا الدورة عادة نقطاع الدورة حتى لو كانت مبكرة ما بيتم مفاجئ بمعظم الأحوال بياخد وقت لحد تسبقه يعني بيكون على عدة مراحل المرحلة الأولى أنه بيكون المبيض مخزونا من البوايضات بيصير ضعيف فبيصير التبويض ألعف من المعتاد بيصير فرصة الحمل أقل من المعتاد بس ما تكون لسه في علامات أخرى طبها على السيدة بعدها بيصير تبدي عنامات أخرى اللي هي منها اضطرابات الدورة الشهرية تباعدها أو ندرتها وبعدها منها بيصير الانقطاع الكامل حتى مع المبيض بيكون يعني بيصير فيه ضعف فيه معروف طبيا أنه ممكن يحصل فيه رجوع عن الحالة اللي هو فيها للفترات المعينة أنه رجع يستعيد وظيفته ورجع يصير كثور مرة أخرى فيعني ممكن هذا الشيء يحصل طيب نذكر بيطلق التواصل على الهاتف 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية القصيرة على 4-0-6 ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو موضوعنا عن انقطاع الدورة الباكر مع ضيفتنا الدكتورة رزان حتاحة اختصاصية أمراض النساء والولادة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي طيب دكتورة يعني إذا كانت السيدة لديها مثل هذه المشكلة ما هي الاستقصاءات التي تقومون بها لمعرفة السبب أولا من أخذ التاريخ المرضي نشوف إذا كانت هذه المشكلة عندها فقط أو عندها أشياء أخرى مترافقة معها توحي بأنه عندها كمان قصور مثلا بعمل الدرق أو بعمل البانكرياس أو ما شابه نحاول أن نشوف شو هو السبب الشيء الثاني أنه بيتم الفحص السريري بالعيادة الدكتورة بتلاحظ هل يترافق هالشي مع أمور أخرى مثل زيادة الشعر أو زيادة الوزن أو حب الشباب أو ما شابه أو إذا كانت مثلا في علامات توحي بأنه اللغة تركزرية مثلا ذات عمل بشكل كويس وبعدها منلجأ للفحوصات بحسب الموجودات الموجودة عنها ممكن الفحوصات تكون ثونار مثلا أو تحليل هرمونية للعمل المضاعد ذاتها أو للأجزاء الأخرى التي تقتها الطبيبة إنها متأثرة أو حتى للجينات فحص إذا كان ما لقينا أي سبع بيوحي بأنه الأمر غضي مثلا أنه نكون شغلة موروثة معها أنه ممكن يلجأ الفحص الجينات كمان لذا كشف السبب طيب نأخذ هذا الاتصال ألوى السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام يا مرحبا مزايد معك أهلا وسهلا يا مرحبا دكتورة رزان معك تفضلي أسأل الدكتورة رزان معك تفضلي عندي سؤالين لا سمحت نعم نعم تفضلي دكتورة أنا صارني قطاع عندي بالدورة بس يعني التيني مثلا أربعة شهور بعدين تنقطع خمسة شهور والتيني مرة ثانية حاليا أنا عمري تقريبا خمسة واربعين سنة نعم وعندي سكر نعم هل لا سباب ولا بس الأمر طيب السؤال التاني السكر حطمان السكر حطمان ناخد السؤال التاني ومنجاوب الأمزايد تفضلي لو بقيت الحمل هل يستوي ولا لا مع انقطاع الدورة كم ولد عندي وشكرا هالسؤال كم ولد عندي عندي ثلاثة الله يخلي يوم تسمعي الجواب هلا من دكتورة رزان شكرا لاتصالك الأمزايد طيب دكتورة أول سؤال عن انقطاع ومن ثم تسأل والعمر 45 وعندها سكري تمام العنصرين ممكن يكون موجودين ممكن يكون السبب انه عمرها 45 لانه عادتها مثل ما ذكرنا انه انقطاع الدورة الشهرية ما بيكون مفاجئ بيتم على مراحب وقد هالمرحلة تاخد 5 سنين او اكثر حتى الشيء الثاني السكري كمان قد يكون بحذاته هو ميأثر سلبا عليها فهنا نعرف كيف انضباط السكري عندها هذا من نسبة للشق الأول الأفضل أنها تشوف كيف السكر عندها مضبوط أو لا طبيب الغدد الصمة والسكري لضبط مستوى السكر بالدم طبعا لصحة الجسم بشكل عام وليس فيما يتعلق فقط في ناحية المبيض أو الدورة بالنسبة للحمل هذا بيرتبط بإذا كان السكري تبعها ما مضبوط يعني ما نصح أي سيدة انها تدخل بتجربة حمل بوقت تكون تعاني من مشاكل صحية مهما كانت قد تؤثر سلبا على هالحمل هذا طيب لكن لو كان السكر مضبوط أو تحت السيطرة هي ترغب يعني وهي ترغب فساءت الطبيب تبعها بتلجأ لبعض التحاليل تخبرها كم المخزون تقريبا اللي عندها في المضايد الفرصتها للحمل كويسة أو الفرصة ضعيفة وبناء على تنشيط المضايد أو تنصح بعدم ذلك طيب رسالة أيضا عبر الانستجرام هل يقول الأخصاب المرأة بعد الأربعين نعم يقول الأخصاب المرأة بعد الأربعين وبعد المخزونها من الغوايدات بتصير يعني حتى يعني من بعد الخمسة وثلاثين وثلاثين نعم بيبتدي فبعد الأربعين حتما هذا مو معنى أنه ما في حدا بيحمل بعد الأربعين بس لو أخذنا عينة عشوائية من السيدات يعني نسبة للخصوبة عند اللي عمرها من سنة عشرين وخمسة وعشرين حتما نعم وأيضا نسبة الخطورة طبعا نقول نسبة الخطورة بعد الخمسة وثلاثين أو اعتبارها من سنة الخمسة وثلاثين أيضا تزداد بالنسبة للولادة دكتورة رزان طبعا نتكلم بشكل عام نحن يعني هو النصائح دائما أن يتم الحمل والإنجاب أيضا بسم باكرة لتفادي بعض التشوهات الخلقية التي قد تحدث خصوصا بعد يعني دخول الخمسة وثلاثين وما بعدها نعم يعني بعد العمد الخمسة وثلاثين وثلاثين بتصير الفرصة أكثر لأنه تكون سيدة عرضة لأنه يصير معها سكري أو يصير معها بغطة مرتفع أو أمراض أخرى بالمقابل في كتير سيدات بتكون ما شاء الله صحتها ممتازة وما عندها أي أمراض وما عندها أي مشاكل بس لازم تكون على بيينة أنه حتى لو كانت صحتها كويسة نسبة إنجاب الأطفال يلي نقول في عندهم مثلا بعض التشوهات بتكون مرتفعة أكثر عند السيدات كلما تقدمت بالعمر عن السيدات اللي عمرها أصغر نعم طبعا هذا لا يعني بأنه مثل ما ذكرتي في الأربعين أو حتى في الأربعينات ألا يحدث الإنجاب أو لا يحدث الحمل طبعا وخصوصا يعني في أيامنا هذه معظم حالات الزواج تحدث أو تتم في عمر الثلاثينات وليس مثل أيام زمان في العشرينات وما قبل ذلك على العموم نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو موضوعنا عن انقطاع الدورة الباكر مع ضيفتنا الدكتورة رزان حتاحة اختصاصية أمراض النساء والولادة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي طيب إذا حدث انقطاع الدورة في مرحلة باكرة من العمر دكتورة في غير طبعا أواخر الأربعينات أو بداية الخمسينات هل هناك أعراض أخرى غير انقطاع الدورة يمكن أن تحدث أو تشعر بها السيدة؟ مع انقطاع الدورة الشهرية عادة وتوقف المبيض أو تقريبا توقف عن عمله بتصير نسبة الهرمونات اللي بيفزها اللي أهمها الإستروجين ضعيفة ضعيفة جدا فهذا مثل ما ذكرنا أنه بيأثر سلبا على باقي الجسم منه على جهازها العصبي بيصير النوم يعني بيصير صعوبة بالدخول بالنوم وبفترة يتراحها بالليل كافية بيصير فيه الإحساس بالهبرات الصخنة أنه في عندها شعور بالحماوي بفترة وتروح وترجع هذا الشيء ممكن إذا كان عم يتكرر كتير ولفترات طويلة أثناء الليل وأثناء النهار أنه يأثر سلبا على نوعية حياته لأنه يحتاج الإنسان لفترة يكون فيها مرتاح ونائم بسهولة مثل ما ذكرنا بيأثر سلبا على العظام العظام والمفاصل كتير مهمة على المزاج جيدة والمزاج طبعا حتما بيأثر على المزاج وعلى النفسية بالنسبة للجهاز العضلي والعظام بتصير توضع الكالسيوم بالعظام كتير مرتبط بالنسبة الإستروجين بالجسم طب تصير السيدة عرضة أكتر لها شاشة العظام وترققها لا سمح الله لفرصة العضلات بتصير أضعف ممكن لا سمح الله فرصة أكتر للوقوع أو للقسور بالنسبة لهذه الدوران بتصير أكتر فرصة أنه يصير في عنا تجلطات يعني بعد سنة تقريبا من انقطاع الدورة الشهرية بتصير بنسبة حدوث الشيء عند السيدات تقريبا متساوية مع نسبة حدوثها عند الرجال الكبار بالعمر في عنا الأجهزة الثانية مثل الكولوجين بالجلد أو ما شابه أو الدوران الدموي ببعض المناطق الحساسة من جسمها بتصير أضعف بتصير في عن تحابة اللي هي اللي بسموها الهبوطات أو سلسل بول أو ما شابه فكل هالأشياء نحنا ما نرجو أنه أي أحد يمر فيها خصوصا إذا كانت سيدة صغيرة في العمر نعم طبعا بالدقائق المتبقي نحاول أن نوجه بشكل عام نصائح للسيدات ممن هم بدخلوا في سن الأربعين يعني سواء في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة النهائية أو يعني الاطلاب الذي يحدث بالدورة الشهرية سواء ما يتعلق بالأغذية بالتمارين الرياضية بالنوم مثل ما تفضلت حتى طبعا يتمتعنا بصحة جيدة نعم بالنسبة للنومة للحياة طبعا ننصح الجميع أن يكون يحاول يعيش نومة حياة صحي قدر الاستطاعة بالمحافظة على وزن معقول بمؤلسة الرياضة بشكل متوعتر يعني يستحسن أنه مثلا السيداتي اللي عندها حتى لو كانت بعد الأربعين عندها انقطاع دورة شهرية نتعمل رياضة خفيفة مثل المشي ومثل الأوزان البسيطة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع نساعد كثير على محافظة على عظام وعلى عبرات كويسة التدخين كثير كثير رصائر شائع طبعا من بدخلت بالتدخين الشيشة التدخين مصبت طبيا أنه بيأثر سلبا جدا على عمر انقطاع الدورة الشهرية وطبعا على نوعية الحياة والجسم والترقق والعظام إذا لاحظت السيدة أنه عندها تكرار بعدم انتظام بدورتها الشهرية أو بأعراض جديدة تترافق معها مثل زيادة الوزن أو الشعرانية أو ما شابه يستحسن أنها تلجأ لرأي طبي حتى تكون في أمور ممكن أن الواحد يتجنبها من بداية يكون أفضل بمشهورات طبية نعم طيب أيضا هناك رسالة ماذا عن الدورة غير المنتظمة والعمر 17؟ الدورة غير المنتظمة قد تكون لفترة معينة بعد ما تبلغ الفترة فيها فإذا كانت لفترة مثلا سنة أو ما شابه بعد فترة البلوغ وغير مترافقة مع أعراض أخرى ممكن نقول أنه تنتظر للوالدة وتاخب بنتها إذا كان هذا الشيء يستمر أكثر من فترة وإذا كانت ترافق مع أشياء أخرى مثل ما ذكرنا الشعرانية أو بيادة الوزن قد يوحي بأنه في لفمحلاتك سات مبير أو ما شابه يستحسن عنها أنه مراجعة الطبيب للكشف على البنت وتخديم النصيحة اللازمة نعم ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع والاهتمام بأيضا من ناحية الغذائية التمارين الرياضية لأنه حتى زيادة الوزن تؤثر وأيضا يعني تغيرات الوزن تؤثر هل الرغبة الجنسية تضعف عند المرأة التي تنقطع عندها الدورة آخر رسالة نعم الهرمونات كلها تؤثر سلبا بعدم وجودها خصوصا بعمر معين نعم كل الشكر للدكتورة رزان حتاحت اختصاصية أمراض النساء والولادة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي دكتورة رزان شكرا جزيلا لكم شكرا لكم